نتحدث أكثر عن هذه المحادثات والاجتماع المرتقب معي من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا هذه المحادثات بداية لماذا سرية؟ ما الذي لا يودون تسريبه؟ أم هي عادة تبقى سرية بهذه المرحلة؟ والمكان عقد هذه المحادثات إلى أي درجة هو مهم؟ ويمكن ببعض المطارح يعقد المحادثات أولا المحادثات ليست سرية تم الإعلان عنها ولكن لم يتم الإعلان عن مضمونها ولكن من الممكن أنه لم نتابع ما يحدث خلال المحادثات تجري بين أجهزة المخابرات الأمريكية من جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى المفيد ذكره أن بومبيو يتولى هذه المفاوضات الأمر ملفت لأنه بعد وقت قصير سوف يكون رسميا وزير للخارجية وسوف يكون مولجا بمتابعة هذه المحادثات وربما هذا الاتفاق أعتقد أن فرص بس الاستراتيجية الأمريكية موجودة وذلك أولا أولا ما بعرف إذا ما اسمعنا دكتور سامي موجودة واضحة خاصة مع تعيين هؤلاء وكأنه بومبيو من أجل الملف الكوري الشمالي بولتن من أجل الملف الإيراني ما الذي نخشاه وما الذي خلال هذه المحادثات وما الذي يجعلك تقول دكتور سامي بأنه سنصل لمحادثات بناءة صحيح لا شك أن هناك إمكانية أن يحزو كيم يونغ أون حذو ولده كيم يونغ إيل حينما أجرى أكثر من ست جولات مفاوضات ووقع اتفاق وتنصل منه في النتيجة ولكن ما هو مختلف اليوم هم ثلاث عوامل العامل الأول وهو الأهم هو الضغط الحقيقي التي تقوم به الصين على كوريا الشمالية مستوى التجارة والتبادل التجاري ما بين بيونغ يونغ وبيكين انخفض بنسبة 75 إلى 80% وهذا مما يضغط كثيرا على عجز ميزان المدفوعات بس الصين بما أنك ذكرت الصين قبل أن أتابع وهذا أنصر أساسي دفع كيم يونغ أون إلى دخول طاولة المفاوضات لا نعرف العاملين بعد فيه عاملين أكيد بدنا نسمعهم بس بما أنه ذكرت الصين ما يحدث تجاريا بين الولايات المتحدة والصين هل ممكن أن يغير ما يحدث بين الصين وكوريا الشمالية فيما يتعلق بالضغط فيما يتعلق بملف كوريا وواشنطن لا أعتقد بالتأكيد أنها أوراق مفاوضة بين الصين والولايات المتحدة ولكن حتى الرئيس الصيني بعد استقباله لرئيس كوريا الشمالية اتصل بنظيره الأمريكي ووضعه في جو هذه المحادثة والصين مصلحة أساسية بتهدئة الأوضاع في حديقتها الخلفية وشبه الجزيرة الكورية العنصرين التاليين التي أردت أن أتكلم عنهما هم بالتأكيد السياسة الأمريكية المتشددة خاصة بعد وصول سقرين بومبيو من جهة وجون بولتون من جهة أخرى وهما أصحاب نظرية التشدد والضغط على كوريا الشمالية ومن هنا أصبحت كوريا الشمالية أو مسألة النووي في كوريا الشمالية الأولوية في السياسة الخارجية الأمريكية العامل الثالث هو دخول الرئيس مون على خط التسوية على خط المفاوضات وهنا يمكن التحدث عن انتصار لديبلوماسية كوريا الجنوبية لأن الرئيس مون كان من خلال ديبلوماسية الألعاب الأولمبية أو الاتصال المباشر مع كوريا الشمالية استطاع أن يستعمل في الوقت نفسه سياسة العصة وسياسة الجزرة سياسة العصة كانت حينما وافقة على المنورات المشتركة العسكرية مع واشنطن أما سياسة الجزرة حينما قام بالاتصال المباشر ودعوة كوريا الشمالية لحضور الألعاب الأولمبية ومن ثم للمحاولة التوصل إلى لقاء ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس كوريا الشمالية أنا أشكرك جزيلا دائما على وجودك معنا من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ في القانون العلاقات الدولية شكرا ترجمة نانسي قنقر